الحكومة اليوم الأربعاء 17 فبري برأسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد عبر نظام التواصل مريعان بعد تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة عروض ومشاريع مرسيم تنفيذية تتعلق بالخطاعات التالية الطاقة النقل الصيد البحري والمنتجات الصيدية في تدخله قدم موزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول كيفيات حسب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على الدخل المحروقات والتاني كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي يندرج هذا الإجراء في إطار تفعيل قانون المنظم لنشاطات المحروقات لسنة 2019 بالنسبة للنص الأول فهو منظم بشكل يقدم لمحة عامة حول حساب الضريبة السنوية على الدخل المحروقات لكل مساحة استغلال التي يغطيها امتياز المنبع أو عاقد المحروقات ويتم الدفع حسب الحالة من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة أما المرسوم التنفيذي الثاني فهو يقدر حساب الضريبة من طرف الشريك المتعاقد الأجنبي باعتباره مكلف أيضا بإعداد التصريح المتعلق بها سواء كان ذلك بالنسبة للتسبيقات المؤقتة الشهرية أو عند التصفية السنوية وتسدد ضريبة مكافأة الشريك الأجنبي في عقود تقاسم الإنتاج أو الخدمات ذات المخاطر ثانيا خلال ذات الاجتماع قدم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذ يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية تستجيب هذه الأرضية إلى ضرورة عصرنت وابعت وتحديد أنشطة الموانيع الوطنية التي تسجل تأخرا كبيرا في معالجة الشحن على مستوها مما يترتب عنه تباطئ وارتفاع في التكاليف تسمح هذه المنصة بإلغاء الطابع المادي للوثيق الإجراءات وألية العمليات المطلوبة للعبور الميناء للبضائع وهي تتميز بمكانتها ودورها كوسيط وحيد لجميع المتدخلين بتحقيق مكاسب معتبرة من حيث الوقت والتكلفة والوسائل لكافة الأنشطة المينائية ثالثا وأخيرا تطرق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في عرضه إلى موضوع إحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بالترخيص يهدف الإجراء إلى خلق مناخ أعمال تنافسي مناسب لتنمية الأنشطة الإنتاجية وتفادي الحوازن التي تتنافى وخلق الثروة وفتح مناصب عمل في ختام الاجتماع أكد الوزير الأول السيدة عبد العزيز الراد على أن تخفيف وتقليص الثقل الإداري والبيروقراطي أولوية الأولويات وسيكون هذا الإجراء موضوعا مصوص إجبارية ترجمة نانسي قنقر